اشارة في نفس الاصحاح في انجيل يحن اصحاح 6 في كتير من الناس استصعبت هذا التعليم في اي 66 مكتوب من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه بسبب التعليم الصعب لانه ذكر عن نفسه انه خبز الحياة لماذا يا ترى؟ في الواقع هم اخدوا التعبير لفظيا مع ان هذا التشبيه تشبيه مجازي طب هو كان يتحدث لليهود خليني اصيغي السؤال بطريقة تانية هل توجد اي اشارة في العهد القديم عن الخبز؟ بالتأكيد يعني كشخص؟ بالتأكيد في العهد القديم لما شعب اسرائيل كان في طريقه في رحلة البرية وجاعوا الله امطر له من السماء خبز ودعوه من هذا المن يرمز للمسيح لان مصدره سماوي كافي للجميع تابعهم طول رحلة الغربة وسدت جوعهم في وسط صحراء جرداء اشارة للمسيح المن اشارة اخرى في سفر الخروج اصحاح 29 تحديد اية 23 يقول تأخذ رغيفا واحدا من الخبز توقضها على المسبح في خيمة الاجتماع اشارة للمسيح الخبز الكامل الوحيد الذي يستطيع أن يسدد جوع الإنسان النفسي وجوع الإنسان الروحي اشارة أخرى في سفر اللويين الأصاحي الثاني يقول إذا قدمت قربانك قدموا من دقيق والدقيق ده يوضع عليه زيت ويوضع في المسبح ومرة يقول اعملوا فيه طنور ومرة يقول على صاج كلها إشارة إلى الألام اللي تحملها هذا الخبز الحي لكي يهبنا الحياة نعم إشارات كثيرة في العهد القديم عن المسيح كالخبز